اشتركوا في القناة مبادرة الفرنسية من اجل ضمان استمراريتها ومن اجل ضمان الاليات التي قد تخرج عن هذا المؤتمر اذا اصبحت المبادرة الفرنسية مبادرة اوروبي شاملة وجامعة يمكن لاحقا ان تأتي روسيا الى هذا المربع ويمكن ان يتم الاتيان بالسيد ترامب ومن يمثله وبالتالي تبقى المبادرة الفرنسية حية ونريد منها ان تأتي باطار زمني وان تأتي باليات لانهاء الاحتلال بعض العناصر في الادارة الامريكية الجديدة يريدوا ان يكسروا قرار مجلس الامن عن طريق نقل السفارة الى القدس الكونغرس يريد ان يأخذ قرارات بان القدس هي العاصمة دولة اليهود الى الابد وكل هذا الكلام بصراحة احنا بنعرف هاي القرارات لا تؤثر على ارض الواقع شيء مؤتمر باريس بالنسبة لنا مؤتمر مهم جدا وهذا المؤتمر هو عبارة عن نقل من المفاوضات الثنائية بشكلها العقيم الى المفاوضات المتعددة نحن نريد لمؤتمر باريس ان يتبنى المرجعي الدولي المتمثلي بالقانون الدولي والمتمثلي بما خرج من مجلس الامن من قرار هناك بعض الافكار التي تنادي بان يكون مخرجات مؤتمر باريس تعرض على مجلس الامن بقرار جديد ولكن نحن بصراحة نحن في حوار مستمر مع الفرنسيين الذي يهمنا بالدرجة الاولى هو نجاح مؤتمر باريس بمخرجات حقيقية تعكس ارادة الشعب الفلسطيني وتعكس الثوابت الوطنية الفلسطينية حركة حماس لديها في المجلس الوطني 74 عضو وبالتالي هي عضو وأسماءهم معروفة واذا دعي المجلس الوطني بالأعضاء الحاليين فحماس ممثلي ب74 عضو وبناء على ذلك اعتقد ان حركة حماس والجهاد لديها البواب المناسبة في هذا الموضوع هذا جانب جانب اخر عقد اجتماع في سويسرا وبحضور وفد من فتح ووفد من حماس وتم الاتفاق على الترتيبات لموضوع بيروت الشيء الثالث وهو ان جمهورية روسيا الاتحادية قامت بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية للقاء في موسكو وحركة فتح رحبت بذلك ونحن سنشارك في هذا الاجتماع والهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو حوار سياسي مع الفصائل من اجل حثهم على المصالحة احنا بنشوف ان مشاركة حماس هي بداية جيدة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ومعها حركة الجهاد الاسلامي ايضا ونأمل ان النقاش سيكون بمستوى المسئولي وانا على ثقة ان النقاش الموضوع الفلسطيني حان الوقت ان يجتمع الجميع على الطاولة باجندات وطنية وليست باجندات فصائلية وليس باجندات اقليمية وليس باجندية حزبية وهي ما دامت حركة حماس لها تمثيل بواقع 74 عضو بالماليس الوطني اذا هي تستطيع ان تفرز من يمثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونحن بصراحة نريد ان يكون هناك ممثلين لحماس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولكن لا يعقل ان نكون في بيت واحد في المنظمة ومنشقين في الميدان لقاء روسيا سيشارك من جانبنا الاخ عزام ومعه عدد من الاخوان بالماليس الثوري وبالمجمل العام نحن رحبنا في لقاء روسيا وانا بعتقد ان روسيا تلعب دور ايجابي في هذا الموضوع الروس لاعبين في الاقليم وواضح تماما ايضا انهم يريدوا ان يكون لهم دور سياسي في المنطقة ولهم دور سياسي واضح في مختلف مفاصل الاقليم ودعوا الى لقاء بين ابو مازن ونتنياهو واحنا رحبنا بذلك على اساس ان تقوم اسرائيل بوقف الاستيطان والافراج عن الاسراء اشتركوا في القناة